سلام عليكم الى متظاهرين العراق كاف اخواني هناك تلابس بالموضوع جزاكم الله انا هذا الفيديو نزلته حبا لي اليكم اكو تلابس بالموضوع و اكو ضبابية حول المشتد مل عادل الساعدي لالاتهامات التي توجه اليه في بث سابق قلت بان التظاهرات مخترقة وهناك اناس جرثوا جثوا على صدر العراق ويجب ازالتهم اي ازالة هؤلاء المندسين اي ازالة هؤلاء المخربين ولكن البعض وليس الكل تسعين بالمئة التظاهرات بها ناس وطنيين شرفاء مؤددين قدموا شهداء وقدموا جرحة وكذلك نحن قدمنا جرحة وقدمنا شهداء واول من قدم الشهداء والجرحة هم ابناء محمد الصدر هم ابناء صرايا السلام يا اخواني انتم ليش هاي الحملة التي تقومون بها لتشويه سمعتي ليش ولكن ظفر الله لكم في هذا الشهر المبارك انا سعمحكم وباريلكم الذمة الرجاع اياكم وال المندسين احذروا منهم تظاهراتكم مستمرة وعليكم بمطالبكم نحن مع مطالبكم نحن كجمهور يعني انا واحد من الناس معكم واحد من الناس وياكم ولكن هناك الناس يريدون تشويه السمعة مو ينزلون علي هذا القتل هذا الوين اكبر غدودي يقتل اخواني وين اكبر غدودي هاي القضايا الموزينة مو ولكن نحن نحارب الذين يدمرون مشروعكم انتم المتظاهرين ورأينا ما رأينا من خروقات هاي اتأثر على المتظاهرين هاي اتأثر عليكم يا اخواني جزاكم الله خير بسالتي وبالاخص الاهالي الناصرية واهالي البصرة الشرفاء وكذلك بغداد بان يتأكدوا من المناشير ويكملونها لا يستقطعون الشيء اللي يريدونه لا كملونه واللي يحب يدخل علي على صفحتي ودزلة البث 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 تقريبا 18 دقيقة ما اخذين دقيقة او نص دقيقة اتكلم بيجر ثومة ويجب ازالتهم ازالتهم من ازالة الذين يريدون تدمير العراق هؤلاء المندسين المندسين نعم نحن مع مطالبكم نحن معكم الاخوة جزاهم الله خير الشعرين يعني علي زعلان علي في البصرة وفي الناصرية انا اقول لكم نحن معكم قلبا وقالبا ولكن التظاهرات يا اخوان بيها ناس ما يري يعني عاجبتهم هاي الوضعية انتم شون ذنبكم انتم شون ذنبكم صارلكم كذا من الشهر كذا من الاشهر عفوا وان شاء الله تتحقق مطالبكم بحق محمد وآل محمد وتكونون من ابناء هذا الوطن وتكونوا من مخلصي هذا الوطن وإياكم والمندسين وإياكم من اولاد السفارات الذين دخلوا بينكم وإياكم من اولاد البحثية اخواني اللي قاعد يعلقوني كلهم ان شاء الله الصور صدام هذا الملعون وذول اولاد بحثية مو واخو بيجهات وهمية قاعد يصطون تجاوز على اهل الصدر والتجاوز على سماحة السيد القاد مقتد الصدر والتجاوز على رموز العراق لا هذا شي مرفوض وانتظاهراتكم مستمرة ولكن احذروا المندسين خير الكلام ما قل ودل هذه رسالتي ارجو لا تستقطعون وتاخذون شي تريدون لا بثوها اه كاملة رسالتي لكم نحن معا مطالبكم ونحن معكم ولذلك تشهد قصائدي وقصائدنا واشعارنا وشهداؤنا وجرحانا ما لكم كيف تحكمون شكرا لكم جميعا شكرا لكم